وجه رئيس عبد الفتاح سيسي بإعادة الصياغة استغلالي وأصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية خدميا وتنمويا على أقصى قدر ممكن مع التركيز على الاستخدامات المتعددة بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الحكم المحلي والمحافظات ووزارة الإسكاني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة تطوير أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية في محافظات الدلتا وصرح متحدث الرئاسة أن رئيس السيسي اطلع خلال هذا الاجتماع على جهود تطوير جامعة كفر الشيخ موجها باستخدام أراضي البحوث الزراعية غير المستغلة في نطاقها في إنشاء جامعة كفر الشيخ الأهلية والجامعة التكنولوجية كما اطلع السيد الرئيس على التخصصات العلمية التي تقدمها جامعة كفر الشيخ كما تم استعراض الخدمات الصحية المقدمة من مستشفى كفر الشيخ الجامعي حيث طلع الرئيس السيسي على نسب التنفيذ الخاصة بمستشفى الطوارئ الجديد ومبنى العيادات الخارجية ومستشفى الأورام موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الانشائية والتجهيزية ذات الصلة مع توفير الإمكانات المالية اللازمة لذلك من أجل توفير الرعاية الصحية المتميزة لمحافظة كفر الشيخ تكاملا مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري في سياق آخر وجه الرئيس السيسي بسرعة وضع الخطط التنفيذية الخاصة بتطعيم أعضاء وكوادر الجامعات والمعاهد من هيئة التدريس والعاملين والموظفين والطلاب تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد ترجمة نانسي قنقر